السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالق الغيبة ولكن لظروف صحية شيئا ما غيت نسول عليكم ونسلم عليكم وتوحشتكم صراحة هاد اليوتيوب تخليك تكون عندك عائلة اللي حتيلا غبرتي الناس كتسول عليك وتتقول لك فين مشيتي فين غبرتي هن من جديد هن من يعني أخبار صارة طبعا اليوم الثمانية مارس كان باركول جميع المرأة دي العالم مرأة في العالم شو ما كانت جنسيتها مذهبها يعني إنسانة مرأة المرأة اللي بالطبع ديالها الغريزة اللي عندها والفطرة اللي كتعيش عليها أنها كتكون امرأة بعد ما كتكون طفلة وكتكبر كتولي طالبة وكتولي موظفة ومتزوجة وأم طبعا كتكون مجاهدة الشخصية اللي كتتقبسها للجهاد في سبيل أبنائها وبيتها والزوج ديالها وتتكون امرأة صالحة وكتكون مربية وكتكون كاتبة عالمة كل هاد الأدوار كتدور بها في الحياة ديالها كامرأة كتكون طبيبة وكتكون ممرضة وكتكون قاضية كتكون جلادة جلادة كتكون بزاف ديال ديال المهن اللي كتكتبسها هاد المرأة واللي كتتحلى بها في الحياة ديالها هادك علاش كتكون واحد المرأة عندها واحد لإحساس صغير إحساس جميل جداً كتعيشوا في الحياة ديالها ما كتجيش للدنيا من فراغ كتجي للدنيا ويدها مليان مليانة بزاف ديال العطاء كتكون منبع الحب هاد المرأة تكون أم صالحة فعلاً وهاد الأم الصالحة كتعطي الحنان وكتعطي التربية وكتعطي الإنتاج وكتعطي واحد الإنتاج اللي هو صالح للدنيا ديناً ودنيا كتبغي وليداتها يكونوا أحسن منها وتتبغي يكونوا حتى أحسن من أخوتها من أولادهم من جارتها من أولادها من العائلة ديالها لأن هذه غريزة مش هي أنك تحسدها دوك الناس لا لأنك تبغي يكونوا أفضل الناس هاد علش نقوله أنها مربية مربية صالحة كتبغي تتخرج منهم شي حاجة اللي يكونوا دنياً يفيدوا الناس كأطباء وكأعمال محاميين ومدرسين وكتبغي يكونوا ديناً للآخرة ديالها أنهم يكونوا تعلمين القرآن حافظين له حاملين له لأنه حتى هي كتستافد من هاد القرآن ديال هاد الوليدات وكتستافد من هاد الحفظ ديال القرآن لكينور صدرهم وكينور له قبرها لأنه ما جاتش من فراغ للدنيا وكتكون هاد المرأة ما أعطيناهاش حقها كل شي في هاد الموضوع هذا لكن كتكون في الدنيا جاية كتلعب جميع الأدوار جميع الأدوار جميع الأدوار حتى أنها جلادة جلادة في وقت ما أنها كتوقف كتعطي لهذا حقه كتعطي لهذا حقه جلادة باللسان وجلادة باليد تتضرب وكلها حب وكتخاصم وكلها عشق وحب وكلنا كلنا العصام عند الأمهات ديالنا لكن مني كنكونوا قلسين بعد العصام وبعد الخصام وبعد الضرب وبعد القرص وأحيانا بعض العضان هي كتبرد وكتشوف فينا وإحنا كنمشي ولها لأنها أمنا لأنها أمرأة هداك المملكة اللي هي فيها اللي هي كتقوم بالدور فطريا كنحسوا أن هذه العصام خديناها عن حب وكتنقوا تحذرنا وكتحذرنا وكتنسوا بعض الأحيان وغالب الأحيان كتقلنا سامحوني ضربتكم ما عارفش علاش فقصوني ما تخلونيش فقصوني باش ما نبقاش نضربكم بعض المرات كتزز راسو كتقول غان هزجلا بتو غان خرج وغان تعرفونيش فين غان مشي ولكن هي بقى في البيت قلسة في البيت يعني جندية كتتجند جندية كتتجند البيت كتتخرج منه عساكر كينضموا الوقت كينضموا الحياة كينضموا الأخلاق ديالهم كينضموا تعامل ديالهم مع الوقت ومع الناس ومع كل شي هدك علاش تنقولوا احنا أن المرأة عندها واحد دور كبير شنو ما عطيناها ما كان ما كان وفيوش بدك الشي اللي كان عطاوك نكون نسوه بعد الأحيان بعد المواصفات وبعد بعد الميداليات اللي يخصنا يعني نوروا بهم الصدر ديالها نحطوهم يلقلوا بالألماص وبالذهب وبالفضة وبكل شي بجميع أنواع المعادن التمينة اللي نحطوها على صدرها وما نوفي وش لها إلى الله سبحانه وتعالى أعطاها الجنة تحت أقدامها شنو غادي نديرو احنا يا لهادي أم اللي كتصير أم اللي هاد المرأة كتصير أم شنو غادي نديرو أكتر من اللي اعطاها الله سبحانه وتعالى وفانا كل شي كانت منا لكل مرأة في العالم بغض النظر على الجنسية وعن المذهب الدين أنها تكون سعيدة لأن حتى لو كانت كافرة وشفناها في واحد الوضع أو مكافحة خدامة وفي واحد الوضع كي ألم إلا وكان حنو عليها يعني إحنا مجيينش هنا كنفرقوا وهذا إحنا كنشوفوا خلق الله هاد المرأة كان أعطيوها عظيم السلام وكان وقفوا لها وقفة احترام وكان باركوا لها هاد اليوم اللي هو هي كل يوم لكن هاد اليوم اللي كان نخصوا لها باش كتكون مرتاحة وكتحس أنها مرأة فعلا وهي فعلا مرأة وكان قدموا لها وردة شنو ما قدمنا لها وما وصفنا لها نفسها ما كان وفيوش لها كل عام وكل مرأة في العالم أحلى وأجمل وأرقى وأزكى امرأة في هاد اليوم 8 مارس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته